موسيقى من بين الأخبار المفرحة اللي عاوز أقول لكم عليها فكرة أطلقها الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري والري تستاهل إن إحنا نشاور عليها ونقول للوزير برافو عليك وشابوه عشان ما حدش يقول إن إحنا بنسلط الضوء على النقطة السودة بس لا إحنا كمان بنشوف التوب الأبيض كله لكن ما فيش عيب إن إحنا لما نشوف التوب الأبيض الجميل فيه بقعة متسخة ده دورنا إن إحنا ندور عليها ونعمل حلقة عليها ونقول للوزير وقياداته أنتوا المسؤولين عن إزالة هذه البقعة قدر الإمكان الفكرة دي حسب كلام الوزير هتوفر مليارات الجنيه وأكرر حسب رأي الوزير وحسب اجتهادات الوزير والفكرة دي ببساطة هي إنه بدل من نبطن الترع بالخرصنات والمسلحات هيشوف خطة للتعامل مع نواتج تطهير الترع اللي هي من الطمي والحشايش للاستفادة منها وده من خلال خطوات تنفيذية وأكرر حسب كلامه حالياً بتتم دراسة هذه الفكرة بحسياً من خلال المعاهد البحسية التابعة لوزارة الري كبديل زي ما قلنا لمشروع طبطين الترع اللي هو شايف إنه مشروع عديم الجدوى وبنهدر فيه أموال كتير وهو حر في تقديراته بيتم تنفيذ هذه الفكرة للاستفادة في أعمال تأهيل الترع بعد خلط الطمي الناتج والحشايش دي ببعض المواد الطبيعية واستخدامها في تثبيت جسور الترع ودي بيأكد إن وزير الرأي شأنه شأن أي وزير في الدنيا وطني بيكون حريص على التوسع في استخدام المواد الصديقة للبيئة في كل المشروعات اللي الوزارة بتقوم بتنفيذها وإن ده بيتم باختبار عدة طرق بمعرفة معهد بحوث الإنشاءات وده من المعاهد التابعة لوزارة الموارد المائية والري لتحسين خواص نواتج التطهير يعني بدل ما يبقى مجرد طين وحشايش بتترمي وبتعمل لنا مشكلة تاني في أن احنا نشيلها وننزحها وننقلها فين ونتخلص منها وتعمل لنا مشاكل لا ده احنا بناخدها بنضف لها بعض المواد بعد دراسات بحسية ونعيد تاني استخدامها في التبطين بديل للخرصانات والمواد الأسمنتية والمسلحة اللي هي بنقول دائما أن هي ليست صديقة للبيئة نجحت الفكرة أو لم تنجح بنرفع الشبوء لمعالي وزير راية الدكتور هاني سويلم لأن بنقوله المجتهد إذا نجح له أجران وإن لم ينجح فله أجر ونتمنى أن ينال الأجرين إن شاء الله سبحانه وتعالى